اتخذ القرار وبدأ التنفيذ يمنع التعامل مع منظمة الهلال الأحمر حتى تعود للمبادئ الإنسانية الدولية جاء ذلك في بيان أصدرت جهات طبية شمال سوريا لفتت فيه إلى استمرار منظمة الهلال الأحمر بخداع الرأي العام وإصدار تقارير كاذبة حول التزامها بالمبادئ الأساسية للحركة الدولية والتي من أهمها الحياد والاستقلالية غير أن تلك المبادئ بقيت على الورق في ظل نظام أسد الذي اختطف منظمة الهلال الأحمر ووظفها في سياسة العقاب الجماعي ضد الرافضين له كما تضيف الجهات الطبية ذاتها تقول مصادر إعلامية إن مسؤولي الهلال الأحمر في إطلب كانوا يرفضون نظام أسد بتقارير دورية ترفع لاحقا للأمم المتحدة تزعم أن المدنيين ينزحون لمناطق ميليشيا أسد عبر ما تسمى بالمعابر الآمنة وهو ما تروج له ماكينة إعلام أسد وروسيا باستمرار تضيف المصادر أن الهلال الأحمر كان يزايد المنظمات الدولية بأرقام وهمية عن كمية المساعدات الطبية المقدمة لإطلب وذلك لتغطية سرقات الهلال لتلك المساعدات التي تذهب لنظام أسد وهيئة تحرير الشام التي تتيح لمسؤولي الهلال الأحمر التنقل بين إطلب ومناطق ميليشيا أسد رغم إغلاق المعابر بين الطرفين فيما تداول ناشطون صورة تظهر تأجير تحرير الشام جزءا من مبنى الكارلتون بإطلب للهلال الأحمر بمبلغ 30 ألف دولار سنويا قابلة للتجديد وفيما ترصد مثل هذه الصور تشيع أحد قتل ميليشيا أسد بسيارة للهلال الأحمر التي يفترض بها الحياد والاستقلالية تكشف شبكات محلية عن التنسيق بين مقاتلات أسد وباقي سيارات الهلال في إطلب فتقول الشبكات إن نظام أسد طلب من الهلال الأحمر وضع ألوان حمراء فسفورية مشيعة على سيارات المنظمة ورباس موظفيها وذلك في وقت كانت فيه مقاتلات أسد تتعمد استهداف الطواقم الطبية والإغاثية في المحافظة هذه الحقائق دفعت بكثيرين لتساؤل عن حجم الاختراق في المحرر وعن دور تحرير الشام في عمل الهلال الأحمر الذي يصفه ناشطون بأنه أداة رديفة لميليشيا أسد وباب لدعم خزينة الميليشيا دوليا بذريعة العمل الإنساني أداة يرأسها خارد حبوباتي أحد رجالات أسد الفاسدين وصاحب ترخيص كازينو دمشق ومؤخرا زعم حبوباتي استعداد منظمة الهلال الأحمر لدخول إطلب توازى ذلك مع تسويق روسي لتلك المنظمة خاصة مع الحديث عن إدخال مساعدات أممية للشمال السوري عبر الحدود وهو ما يفسر إشهار الفيتو الروسي أمام مشروع قرار أممي يقضي بإدخال المساعدات للسوريين أواخر العام الماضي ذلك أن موسكو على ما يبدو تحاول أن يكون نظام أسد الجهة الوحيدة المتحكمة بقوت السوريين سواء في مناطقه أو في المناطق المحررة